موسيقى الأعمار الكبيرة هي ممكن معرضة لأمراض القلب بشكل أكبر لكن النهار دا نتكلم عن الأزمات القلبية وربما تكون الأزمات القلبية دي لسن صغير أو سن كبير بدلا نتكلم فيه مع دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك وأهلا بسيدة المشاهدين أهلا بحضرتك طبعا للتواصل معنا عبر الأرقام الموضحة على الشاشة ومرة تانية بتتعايد الحلقة الساعة 3.30 صباحا بتوقيت قاهرة عبر الفضائية المصرية والإزاعة على اليوتيوب بعد انتاء الحلقة مباشرة دكتور وطبعا التواصل مع دكتور سامح علام عن طريق الفيسبوك باسم دكتور سامح علام دكتور الأزمات القلبية دايما زي ما بتقول دايما الأمراض القلب ملهاش سن فعايز أعرف يعني إيه أزمة قلبية يعني إيه الأعراض اللي أنا أحس فيها أن أنا كشخص معادي مليش علاقة بالطب يعني عندي وعي ثقافي وطبي أن أنا بقول ده أنا رابط يجيلي أزمة قلبية أو فيه ممكن يجيلي أزمة قلبية ده ده موضوع الساعة بالنسبة لل يا مدام داليا بالنسبة لعيادات القلب وتخصص القلب والعنايات المركزة للقلب وعمليات القلب المفتوح كل ده موضوع الساعة ومشكلة العصر هي قصة الأزمات القلبية دي زي ما حداك عارفة وإحنا اتفقنا من أول ما بدأنا البرنامج ده أنه الهدف منه أن ده معلومات تسقيفية مهمة للمشاهد العربي أنه يبقى فاهم حد أدنى من المعلومات الصحية تفيده وتقيه من شرور أمراض القلب والمحافظة على صحة قلبه والإسراع بالتشخيص المبكر للعلاج في وقت مناسب وديت أهمية الثقافة الطبية وانتشار الثقافة الطبية والتسقيف الطبية أقول لحك من البرنامج ده خلال العام 2016 اللي احنا فيه احنا فات 8 شهور تقريباً هون فيه 3 مرضى ولا واحد منهم راح لدكتور قبل كده ولا واحد منهم كشف عنده دكتور قبل كده لكن من خلال الحوارات اللي بنعملها في البرنامج ده بدأوا يسمع ويطبق على نفسه وبعدين قال الله طب ما أنا عندي أعراض زي كده طب ما جايز يكون عندي القلب واحد يقول لك لا أنا تعبين بس عشان كمينة كبرت لا عشان أسميني شوية لا عشان بس بدخن وبعدين ييجوا ونعمل لهم الأبحاث المطلوبة واللزمة ثلاثة من المرضى دول أول دكتور يروحولوا في حياتهم لما جولي والثلاثة عملوا قلب مفتوح لأن الحالات بتاعتهم كانت وصلت لدرجة لا يمكن علاجها بدواء فدي ثمرة جيدة جدا جدا من ثمارات التسخيف الطبي المطلوب لكن برضو هيهمنا تحذير هام جدا للسادة المشاهدين أن أنا لما قررت أطلع في التلفزيون وأقول ثقافة طبية أنا ما تعمل ليش امتحان علشان التلفزيون يتأكد أن الدكتور سامح ده هو أشطر واحد في القلب عشان يقول إطلاقا في أسازة كتير جدا 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 في البلد وممتازين في تخصص القلب وما يحبوش الأعلى ما يحبوش الظهور في الأعلى يعني دي اختيار شخصي للدكتور اللي بيطلع كلام ده بقوله علشان السادة المشاهدين لما يسمعوا أي دكتور بيتكلم في التلفزيون يبقى فيه عقل وأنا بسمعه يبقى فيه فكر يبقى مش كل واحد طلع في التلفزيون معناها أنه بقى أشطر دكتور اللي بيطلع في التلفزيون لأن هناك اختيارات وفي القنوات الخاصة واحد بغاوي الحكاية دي يروح يطلع يقول أي كلام قد يكون ضر أكثر منه نافع وأنا في حوار مع السادة الزملاء أسازة القلب عدنا نتكلم في حكاية الإعلام والطب والحاجات دي وكان الاتفاق شبه اللي اتفاقنا عليه في الآخر إن ده التسقيف الطبي ده فرض كفاية يعني لازم حد من السادة الأطباء يقوم به سامح أو أحمد أو محمد أو حسن أو حسنين بس لا تترك الساحة خالية للهواة علشان يلعبوا بمشاعر الناس خلال التلفزيون الرسمي إحنا بنحرص جيدا على اختيار الدكتور وخلال من السي بي طبعا وحاجة طبعا أدرب ده من خلال تعاقدك وكمان حضرتك أستاذ كبير في جامعة الأزهر يعني فالحقيقة إحنا بنتخير اختيار سليم جدا للدكاترا اللي بتطلع هنا مش زي القنوات الخاصة ربما يكون مثلا في بعض المصالح لكن إحنا ملناش مصلحة إلا المشاهد أنه هو يتثقف طبيا عبر الدكاترا المتواصلين معهم من خلال صحتك بالدنيا الحقيقة دكاترا كلهم محترمين وفي جميع المجالات ويساعدني دايما أنا أبقى معاك يا ضبط ربنا بارك في حضرك بارك في حضرك فبعد يصل مقدمة دي عشان ربط المشاهد العربي الدكتور وكفائته بالتلفزيون لأ يعني دي ما تخدش كل اللي تقال في أي قناة في أي مكان بأي طريقة أن ده كلام علمه بس نقول بقى الأزمة القلبية هي الداء بتاع هذا العصر الداء بمعنى إيه؟ أن أكثر مرض يحصد قلوب المصريين ويؤثر على كفاءة المصري في الوقت الحالي مع عدم احترامه لأي سن مع عدم احترامه للراجل أو امرأة مع عدم احترامه لواحد عايش في مدينة بضجيج وصخب أو حد عايش في القرى أو في النجوع في الأرياف اللي المفروض أن الحياة الصحية فيها هذا المرض هو مرض الشرياني التاجي للقلب اللي لو عمل دي يؤدي إلى زبحة صدرية لو قفل الشريان خالص بدل ماهو مدايق بس مقفول خالص يعمل جلطة في الشرياني التاجي للقلب أو الأزمة القلبية اللي احنا بنقول عليها المرحلة الأولى بتاعت الضيق معي أستاذ صلاح نبعدين نكمل لكلام دكتور سيمح فضل دكتور فضل أستاذ صلاح مساء النور أهلا بحضرتك سؤالك لو سمحت أكلم الدكتور بس فضل طيب أنا عندي بنتي سنة 12 سنة أيوة وبدأ لها نبطات جلطة بسريعة بالليل بتصحيحها من النوم من الموقف اللي جلطة بتناتبكي تمام عملنا لها كذا رسم جلب كذا كشفنا لها كذا مرة عملنا لها رسم جلب كذا مرة طلع كويس عملنا لها شوية تحليل أمينيا كويسة فيه نسبة بسيطة جلطة ما تأثرش ومش سبب ده عملنا لها كذا حاجة يعني وكشفنا لها بدل مرة أربعة أو خمسة يعني بيزونا شوية مجويات شوية مش عارفية كده سبب الدربات السريعة اللي بتجي لها دي بقى لها قد إيه أستاذ صلاح ممكن كل أسبوع ممكن يوميا لأ أنا قد إيه عموما الحالة دي بشكل عام تعد وقت قد إيه لما تيجي ده جاي ده آية أول مرة جت لها من كم سنة لا من فترة كده من كم سنة ممكن تلاتة أربعة سنين أو حاجة حضرتك خليك معايا بقى في التلفزيون وحتسمع الإجابة إن شاء الله طيب عفوا يا دكتور نشوف فاصل مشاهدينا ونرجع نستكمل حوارنا مع دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب والرد طبعا أكيد على أستاذ صلاح هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب فحص القلب بالموجات فوق الصوتية رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي ورسم القلب 48 ساعة أسترط القلب والدعمات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام قلبنا على قلبه أهلا بكم مشاهدين مرة تانية عبر شاشة الفضائية المصرية وحوار شيك مع دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب حول الأزمات القلبية معي أستاذ أحمد حسم من أسوان هنرد على الاتنين تفضل أستاذ أحمد أهلا بيك تفضل سميلك أهلا بحضرتك أتفضل أنا سنة 35 سنة بعاني من استفاح ضغط الجم أيوة أعلى رقم سمعته كام أصف جدا حاولت كلمنا مرة تانية أستاذ أحمد حسن نايمنا رد على أستاذ صلاح الأستاذ صلاح 12 سنة بنته وبيجي لها ضربات سريعة وبتشتكي منها بقالها فترة وبتتكرار تقعد دقايق رسومات القلب لما بتتعمل من غير ما يكون عندها إصراع في الضربات ما بتبينش حاجة مهم نعرف أن لما يكون أنسة في السنة ده وبيجي لها ضربات قلبي سريعة في أسباب خارج القلب القلب بيستجيب لمؤثرات خارج الجسم تعمل كده فالأنيميا وتحليل الغضة الضرقية دول حاجتين مهمين جدا لازم يعملوهم الأول بعدين لو رسم القلب الطبيعي ما بيبينش حاجة في رسم القلب لمدة 48 ساعة بيتركب الجهاز وبياخده على قد الموبايل كده يعلق ويقعد يسجل دربات القلب على مدى 48 ساعة وقد نتحط في كمبيوتر ونعرف نوع دربات ايه مصدرها ايه جاية منين لم أقصص عدد بتوصل الإسراع لكام هل فيه فترات بتبطأ فيها أو هي نامة أو هي سكتة ولا لأ بناء على كده بنعمل تقييم شامل لجهاز الكهرباء اللي بيشغل القلب ويتحدد العلاج بناء على نتيجة هذا الفحص إن شاء الله تمام دكتور برضو أستاذ أحمد يعني خلاني أطرح سؤال ارتفاع ضغط الدم ده مهم جدا بالنسبة لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم من الأسباب المهمة قوي وهو بيقول 190-90 ويسنه كمه 30 سنة وبجاله الضغط في 32 سنة ولا 33 سنة مهم إن احنا نستبعد الأسباب الثانوية اللي بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أكتر حاجة أمراض الكلة لو هو عنده حصاوة في الكلة أو ما عندهش يروح يدور يعني لو هو ما يعرفش إنه عنده حاجة في الكلة أول حاجة يدور عليها دلوقتي هل فيه حصاوة في الكلة ولا لأ فيها التهابات متكررة في الكلتين ولا لأ هل فيه ضيق في الشريان الكلوي ولا لأ دور حاجات مهمة جدا بالنسبة للكلة بتسبب ارتفاع ضغط الدم في سن صغير وهو مش واخد باله ويبقى الاكتشاف الأول لمرض الكلة هو ارتفاع ضغط الدم فده أول حاجة يتجه للأبحاث اللي لها علاقة بالكلة لنستبعد إن وجود أي سبب في الكلة هو اللي بيقادي إلى ارتفاع ضغط الدم وكان عندي سؤال يا أستاذ دكتور في حالة عندها أربع سنوات بتاخد حقنة روماتيزم منذ هذا السن إلى الآن والبنت عندها 22 سنة يعني هو ده الموضوع اللي حضرتك تكلمنا عنه في الحلقة السابقة اللي هو روماتيزم القلب وعلاقته باللوزيتين والمضادات الحيوية وقلنا وهنأكد تاني مفيش حاجة اسمها بنسلين طويل المفعول اللي هي الناس بيسموها حقنة الشهر مفيش حاجة اسمها حقنة الشهر علشان عملنا تحليل لقينا سرعة الترصيب عالية ده كلام غلط خالص أنا علشان أشخ أدي حقنة الشهر أو البنسلين طويل المفعول معناها أن أنا شخصت وجود روماتيزم في القلب معناها أن أنا شخصت إصابة صممات القلب بالحمة الروماتيزمية وده لا يمكن اعتمدها لمجرد أن فيه ارتفاع في سرعة الترصيب أو فيه شوية واجه في ركب الولاد فالسادة المشاهدين اللي عندهم أي تساؤل عن الحمى الروماتيزمية والبنسلين طويل المفعول وأثار الحمى الروماتيزمية واللوز والكلام ده حيرجعوا للحلقة اللي فاتت على اليوتيوب وحيلقوها موجودة وحيسمعوها وهيستفيدوا منها تاني نرجع للأسبة القلبية بتاعتنا لما بيحصل شوية ترصب للدهون في أحد الشرايين فالقطر الداخلي بتاع الشريان يديق الدهون تترصب كده تترصب كده يبدأ القطر يديق أنا وأنا قاعد ما حسش بحاجة خالص لأن حتى لو ديق بنسبة خمسين في المئة الخمسين في المئة التانية المفتوحة تكفي عضلة القلب وأنا قاعد وأنا مستريح وأنا ماشي على ميل طب مستعجل بقى وعاوز أطلع سلم أو عاوز أجري أو عاوز أشيل حاجة تقيلة أو هعمل جهد زايد مطلوب من عضلة القلب أنها تشتغل أكتر عشان تغذي العضلات بتاعتي بالدم الكافي الدم اللي وصل لها هي الغذاء اللي وصل للعضلة القلب عبر الشريين التجي ما يكفهاش تبدأ تعبر عن ألام يبقى واحد طول عمره وبيطلع الدور الثاني دلوقتي لا ده لو هو طالع بيحس بألام وبعض الأحيان يقف على البسطة يستريح ستة تقول كده هي بتروح السوق وعرفها المشوار بتاعها وعرفها هي بتجيب كم كيلو وبتيجي به تقول للمشوار بتاع السوق اللي أنا معتاد عليه بقيت اضطر أقف في الطريق وبقى أدور على طوبة على كرسي على رصيف على أي حاجة عشان أعود مش قادرة واحد يقول أنا بيتي للمسجد ما تغيروش المسجد موجود والبيت موجود لكن دلوقتي ساعات آجي أفضل العشر سلمات أطلع المسجد أم واقف والإقامة تقيم وأنا مش قادرة أطلع العشر سلمات لسبب وجود آلام في الصدر أو كاتمة في النفس أو خنقة في الرأبة أو تنميل وخدلان في الإيدين أو عرق شديد يتصب أي أعراض من الأعراض دي بتيجي مع المجهود تجبر الإنسان أنه يقلل الخطة بتاعته ويمشى ببطء شوية أو يقف خالص دي مؤشر واضح جدا لوجود ضيق في الشريان التاجي للقلب أرجوكو لو أستاذ المشاهدين أي حد بيحس بهذا الأعراض اللي أنا بوصفها بالطريق اللي بقولها دي أو صديقه أو والده أو أخوه أو أي حد يبقى يعرض نفسه على أقرب طبيب قلب متخصص عشان يشوفه طيب اتفضل لك الأسبوع اللي فات شاب سنه 34 سنة لا يخطر بباله أنه عنده القلب وزمان إحنا لما كنا بندرس للطلبة في كلية 34 سنة ده ما تشكش بقى في حكاية القلب لما يجي له وجهة كده يبقى عنده أي حاجة غير القلب لكن دلوقتي لا 30 و34 و38 و26 اسمع وإنصط للمريض بتاعك كويس واستفسر عن الحالة الصحية بتاعته كويس ولو قال لك أن أنا مع المجهود جهدي بيقل وما أقدرش أمشى بنفس السرعة ما أقدرش أمشى نفس المسافات بسبب كتمة بعض الناس يقول لك أصل القلب في الشمال لكن الكتمة دي في النص هو ده الأخطر ساعات الناس يقول لك هو ساعات يجي في الشمال لكن أكتر وبيجي في المين برضو ده مهمة مدام بييجي مع المجهود ويجبر الإنسان أنه يبطأ الخطة بتاعته أو يقف يستريح وخاصة لو تصب بالعرق أو حسب هذلان أو خدلان أو تنميل أو وهن في الجسم يبقى على طول يروح لدكتور القلب شاب 34 سنة وعمليش تكمن العراض دي ومشو خباله ورح لأحد الزمل الشباب الصغيرين مستعجل ما خدش التاريخ المرة دي كويس سبعته وأنصدت كويس له وقلت له حكي لي وفسر لي وجبت الزوجة وقلت له أعودي وقال لي ملاحظة غريبة عليه طب هو طالع من السلم بيبقى إيه وربطت كلام الأسرة أتنين عايشين مع بعض على طول فهمت من كلامهم لأ ده شكوى غير عادية وليزب تأخذ مأخذ الجادة بنعمله تحليل سكر لأن السكر بتاعه 400 وما يعرفش بقيس له الضغط لأيه 170 على 100 وما يعرفش عملنا له أسطرة هيعمل لأعملية قلبة مفتوحة لأسبوع الجاي لأن الثلاث شاريين مقفلين مش مقفلين دايقين ثلاث شاريين دايقين ثلاث شاريين دول في السن الصغير ده لو أنا عملت له دعمات هتتكلف كتير جدا وهي بعدد ضخمة من الدعمات ومش هتدي نتيجة المرجوة قوي فلأ اطلع على الجراح اعمل لأعملية القلب المفتوح ويتحسن إن شاء الله أستاذ مؤمن أنا بيك تفضل تفضل أستاذ مؤمن عملت دعمات عندي خمسة وفمسين سنة عملت دعمات يوم سبعة عشرين سبعة بعد الدعمات عشر سيام كده الوضع آآ زاد سيطم عندي والألم زاد عندي ايه الألم زاد؟ آه آه لأس بساعد آه طيب المفروض بعد الدعمات الدكتور بيدي لك أدوية ويقول لك الدواء ده ما طعهوش لمدة سنة انت منتظم على الدواء ده أنا أنا أباخد الدواء بالانتظام آه بقبال ساعتك وآآ بقبال فيكس وباخد آآ بتاخد الأدوية اللي بتاخد الأدوية اللي الزميل كاتبها لك زي ما هي آآ كويس آآ وعملت إيه السجاير زي ما شوف السجاير آآ يعني ما اتوقع دلوقتي ما بيسمع لا حد دلوقتي ما بيش شفش دلوقتي سجاير آآ بس كنت بتشرب صح؟ فأنا بعد العملية بعشرة تيام كده حضرتك آآ أي الواجهة زاد عندي كان الـ كانت الأزمة تجيني مثلا مرة واحدة آآ مرة واحدة في الاسبوع آآ في الاسبوع دلوقتي تجيني كل يوم مرة تلين وثلاثة آآ بتوع دوقتي هد ايه؟ آآ بتوع دوقتي مثلا حوالي بتاع ثلاث دقائق بالكتير الأواء وأواء وأواء ألاقي عرق جامس ولا أزعب ولا أزعب ولا أزعب ولا أزعب آآ حضرتك عضية القلب عندي لحس ان يبدو بعشرة آآ حضرتك آآ عملها تعالة كمي حضرتك طب استأذنك حضرتك عملها سبعة وعشرين سبعة سبعة يعني بيقوله شهر الشهر آآ 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 تمام طيب اتفضل كمي يا أستاذ مؤمن عايز تضيف ايه؟ سؤالك ايه بقى بتسأل على الآزمة تكراري الآزمة تكراري الآزمة حضرتك وبعدين دلوقتي بقى يحسنني لشنبه في سبري جانبه جدا مستكسين بتقطع في سبري وتطلع على الآزمة أوكي طب حاضر أشكرك أنا هجاوب على سؤالك حاليا أشكرك أستاذ مؤمن هنشوف واصل المشاهدين رجع ستكمل حوارنا مع أستاذ دكتور سامي حلام أستاذ أمراضي القلب هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب فحص القلب بالموجات فوق الصوتية رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي ورسم القلب 48 ساعة أسطرة القلب والدعمات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام قلبنا على قلبه أهلا بكم مشاهدين مرة تانية عبر الشاشة الفضائي المصرية وعلها مباشرة مع أستاذ دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب معي أتصال من أستاذ أبو بكر أتفضل سؤالك سادتك أنا أعمل عملية القلب قلب نفروح من 45 يوم النهار بس ضاهري ضاهري سادتك أعلي صوتك شوية بقولني سادتك ضاهري ضاهري واجعني خالص يا دكتور أه وأنا عملها بقال 45 يوم غير 3 شرايين وبتقوم تتحرك في القوضة ألا لا أه بتحرك بيه وبمشي أه طب الحمد لله وضهرك ضاهري وابعني خالص يا دكتور أه أي بتحرك في القوضة أه طب لو كحيت أو عطيس تضهرك وجعك برضه أه ما بقحي وقت ضاهري وجعني أه وما بعرفش نم في الليل يا دكتور أه طب حاضر أجاوب على قدر أي وبيع أو عطيس نفس اللي انت بدوره معا ماشا حاضر شكرا يا أستاذ أبو بكر حاضر ماشا شكرا الأستاذ مؤمن من أربع أسابيع ركب ضعامات في القلب والأزمة كانت بتجيله قليل دلوقتي بقى تجيله أكتر وبيجيله تشنجات في القفص الصدري والأستاذ اللي بعده عمل قلبي مفتوح والأستاذ أبو بكر عمل قلبي مفتوح للشريين التاجية يبقى إحنا وسائل علاج مشاكل الشريين التاجي كلها أنا قدامي أول حاجة فرصة العلاج الدوائي وبدي أدوية تيجي علي وقت أقول لا الحالة الصحية بتاعت هذا المريض مش هيكفيها الدواء أو لم يعود الدواء هو العلاج المناسب ألجأ لوسيلة أخرى لأنه أركب ضعامات للقلب وبعدين في بعض الناس أو لا الدعامات مش هتكفي أو مش هتناسب هذا المريض بهذه الظروف يعمل عملية القلب المفتوح علشان يغير الشريين جراحيا يبقى علاج قصور الشريين التاجي أو ديء الشريين التاجي أو الأزمات القلبية حاجة من الثلاثة دول يدي له أدوية يأعمل له دعامات يأعمل له قلب مفتوح كل وسيلة من دول من وسائل علاج القصور الدورة التاجية لها مميزات ولها عيوب نبدأ بالأستاذ مؤمن الزميلي اللي بيعالجه أخطار أستاذ إيمان عشان من تكلم من بورسعيد أستاذ إيمان أتفضل يا أستاذ إيمان تحضيري للدكتور وكل سنة حبيبكم صيبين أولاً بكتلكوا على البنانة مرسي الحضر تحضيري على السؤال أنا باكل منجة كثير وبحبها يا ديستان يبعثي من المنجة بسكرة وقالت نفسي هذا ممنوع من حاجاتي فبتعملي كده حسر لني بيخانها منها ممنوع منها ليه أمليح نعم ممنوع من المنجة ليه يعني أني بحبها جداً ممنوع ليه ممنوع ليه علشان إني بيقولي الدكتور أني تكشف عندي قال لي أنت عندك الكيلة وكيدا كيلة آه الكيلة آه فأنا بيتبق عليك هنا بس الحمد لله سؤالك إيه بقى سؤال إن أنا بحس إن أنا بقولها بحس إن دايشان الصعبانة وبعايزة نمسة مالي طب حاضر أنا جاوب على حضرتك حاضر شكراً يا سيد إيمان فوسائل العلاج للشرين التاجي الدعمات الأدوية الدعمات القلب المفتوح كل واحدة لها مميزاته لها عيوب طبعاً الأستاذ مؤمن الطبيب المعالج اختار أنه يركب له دعمات لكن حصل في خلال الأربع أسابيع اللي يركب فيه دعمات تكرار الإصابة بالأزمات والألام الصدرية والتشنجات في القفص الصدري للأسف نوع من أنواع المضاعفات اللي بتحصل في الأربع الأسابيع الأولى إن يبقى الجسم مش متقبل الدعمة فحيبقى فيه معركة قائمة بين الجسم والدعمة وهو عاوز يرفضها فبتترسب الدم عليها وأحياناً تقفلها في الأسابيع الأولى دي وأحياناً يبقى السبب إن فرع جانيبي من الفروع اللي الدعمة تحطت عليهم هو اللي عمل المشكلة دي وأحياناً يعني فيه عدة أسباب بتخلي ليه بعد أربع أسباع الأزمة تتكرر أخطر حاجة وأخطر سبب هو رفض الجسم للدعمة والتفاعل معها وتكوين جلطة تقفلها ده أخطر شيء يبقى أنا هقول للأستاذ المؤمن ارجع فوراً بكرة السبت على طبيب المعالج بتاعك في العيادة بتاعته أو في المستشفى اللي عمل فيها ويقول لهم القصة دي هم الزملاء هناك يعملوا له رسومات قلب ويقرروا الأدين بالجديد يعملوا الأشعار التلفزيونية ويقرروا الأدين بالجديد جايز يعملوا لتحليلات دم عشان يطمنوا وبناء عليه هيتحدد ليه الأزمات تكررت بعد أربع أسباع ويتحدد الألاج المناسب له طيب أستاذينك أستاذ شكري معنا تفضل سؤالك سؤالك تفضل ممكن توطي صوت التلفزيون سمعني من التلفون فقط ويقول سؤالك يا أستاذ شكري من فضل خاطرك أنا من عشر قيام كده جات لأزمة صدرية وانا مركب مركب تلت دعمات في شريان خلفي ومركب دعم في شريان أماني أيها الدعمات ما ركبها من إمتى؟ من حولي بتاع ست سنين من إمتى؟ ست سنوات من ست سنين وركبتهم لأتنين في مرة واحدة لا يا فندم ركبت ركبت تلت دعمات في شريان الأماني وبعد منها بسنة ركبت تلت دعمات في شريان خلفي أي من حوالي عشر اتناشة اليوم جات لأزمة صدرية نقالوني المستشفى أي شخصوها لأنها جلطة في الشريان التاجي الأمامي ولا الخلفي؟ الأمامي يا دكتور الأمامي عدت حوالي يومين في الرعاية المركزة وبعد كده عملوا لي أسطرة أي قالوا لي أن الشريان جلطة دابت بس الدعمة الأمامية فيه ستاد قبل منها بنسبة 30% وفيه ستاد بعد منها بنسبة 70% أي ولازم لي دعمة فأنا دلوقتي قال الآن من الدعمة هتركب في دعمة ولا حيبقى الوضع يعني خايف أو من القصة لي نوع الدعمة اللي تركبت في الشريان التاجي الأمامي كانت عادية ولا دوائية لا دوائية يا فندم أنا عندي سكر والدعمة الأخيرة اللي رجبت في الشريان التاجي برضو دوائية آه كل دوائية كل دوائية طيب إن شاء الله حيجاوب على حضرتك شكرا أستاذ شكرا ماشي يا فندم متشكري العفو حبيبا أستاذ أبو بكر بقى الأستاذ أبو بكر بقى منفعش الدعمات فالزميل اللي بنشرف على علاجه قرر إنه يعمله عملية قلب مفتوح القلب مفتوح عملية مش يعني مش سهلة آه وبرضه مش بقول مش سهلة يعني مقارنة بالعمليات التانية لكن بالنسبة لعمليات القلب المفتوح عشان السادة المشاهديني بعارفين من أسهل العمليات على الجراح في مصر حاليا ومن خبرة الجراحين المصريين المتقدمة جدا 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 في الفترة الأخيرة عملية إنه هو يركب 13 و14 دي عملية يعني ده تسلية بتاعة جراح الآن حضرتك قصدك مش سهلة الفتح آه معلش آه هو عبها كإجراء جراحي نسبة نجاحها 95% في مصر حاليا من عشرين سنة ماكناش بنستجري نقول الكلام ده لكن دولتي بقول سادة المشاهدين أي حد هيصل للقرار إنه هو محتاج قلب مفتوح اعملوا في مصر وانتوا مطمئين جدا عندنا جراحين خبراتهم وعملهم يفوق الأجانب في القصة دي لكن هي لها عيب العيب بتاعه إنه هو بيضطر الدكتور الجراح عشان يعملها يفتح القفص الصادري وبعدين بيبقى فيه جهاز تنفس صناعي 24 ساعة 48 ساعة وبيعقبها فترة ارتياء راحة فترة طويلة شوية فليها بعض المضاعفات من ضمنها اللي حصل للأستاذ بكر إنه شوية التهابات في العضلات بتاعة القفص الصادري من النومة ومن العرق ومن المراوح ومن الحركة فده التهابات مؤقتة ملهاش علاقة بالعملية الجراحية خالص ودي حاجة هياخد لها مسكنات وإن شاء الله هيروح وهتبقى كويسة ودي ما تقلقشي الألم اللي في الظهر وبتغز وبتزيد مع الكحة أو مع العطس أو مع الحركة دي ات نعم بقى في أي عملية بتبقى الظهر شوية بيتأثر هي يعني هي دي ممكن تبقى زيدة شوية وبرضه هحذره إنه خلال الستة الشهر القادمة بعد العملية هيحس بتنميل في الجلد بتاع القفص الصادري وساعات يقول هو فيه مياه سخنة وقت عليها بعض الناس ما يتقشي الهدوم عليها ويقعد يرفع الجلبية مش طيقة حتى الفنيلة عليها كل دي حاجات مققتة بتاخد شهور لأن بيحصل الأطراف العصبية اللي في الجلد بتصاب أثناء الجراحة على ما تحصلها إنها تتكون تاني وتعمل تاني بتقعد فترة طويلة لكن دي حاجة ما تقلقش إن شاء الله طيب أستاذ عفاف معي أستاذ عفاف تفضلي سؤالك سريعا لو تكرمتي أنا عندي 40 ساعة 40 سنة عمل قلب مفتوح من حوالي 3 سنين إحساسه دلوقتي إن هو بيجع عليه فكر ضربات القلب تبقى بطيع أو لدرجة إنه بيعرق فهو مش عارف يعني عمل القلب المفتوح في المستشفى وبياخد الأدوية اللي معمولة ما بيبطلش الأدوية لكن ليه الحكاية لدرجة إنه هو بيبقى تعداني يعني بيحصل إنه هو القلب قد يتوقف يعني فأنا مش عارفة إيه السبب في هدوء الضربات دي طيب أشكرك أستاذ عفاف هنشوف فاصل المشاهدين نرجع نستكمل حوالنا مع أستاذ دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب وبنرد تباعا على كل اللي موجودين ما تقلقوش أنا أستاذ إيمان لسه ما ردتش عليها ولا أستاذ شكري ولا أستاذ عفاف تابعونا عبر شاشة الفضائية المصرية هنرد عليكم حالا بعد الفاصل مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب فحص القلب بالموجات فوق الصوتية رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي ورسم القلب 48 ساعة أسطرة القلب والدعمات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام قلبنا على قلبه أهلا بديكم مشاهدينا وأستاذ إيمان طبعا موضوعا ما نجزأ أنا كنت بعمل زيك كده بس أرجوك يقللي لأنها فعلا متبقى خطر جدا على الأمراض الكلاب الزيت عشان الأملاح فهي يعني هي مش موضوعنا بس حضرتك ممكن تقللي قوي من المنجا ممكن منجاية في اليوم أنا كنت باكل أربعة الحقيقة بس ده غلط جدا جدا أرجوكم يعني منجا بتبقى شهية فعلا بس مش أكيد صحية قوي أستاذ شكري كان معنا الأستاذ شكري عمل دعامة في الشريان التاج الأمامي من عدة سنوات وبعدين جالوا ألام صدرية وبعدين جات أزمة هلبية وعمل دعامة تانية في نفس الشريان لأن كان فيه ديق قبل وديق بعد الدعامة الدعامة دي دوائية يبقى إن شاء الله إن شاء الله كوني أن أنا أعمل دعامة داخل دعامة تانية ده شيء طبيعي وما فيش مشكلة فيه خالص الدعامة مجرد أنها تركبت لأي مريض وأنا نفختها بالبلونة بتاعتي وسبتها وسبتها مكانها خلاص انتهت لا يمكن أقدر أشدها من اللي بره ولا من رجوه ولا أقدر أشيلها ولا أقدر أحركها ولا هي أصلا هتتحرك يبقى اللي يركب دعامة ده هينم على بطنه هينم على ظهره هيشقلب هيعوم هيلعب كوره هيعمل أي حاجة ما فيش أي قلق خالص أن الدعامة ممكن تتحرك أو تتنقل من مكانها دي ده شيء غير وارد إطلاقا لأني بيجي لي ناس كتير يقول لي بصراحة أنا كلما جانا معي لجنب شمال تغزيني لا طبعا دي حق عوامل نفسية لكن الدعامة لا تتحرك من مكانها بمجرد انتهاء الوضعاء في مكانها كوني أن أنا جاء حط دعامة داخلها ده شيء متوقع وشيء متكرر وبيحصل وده مش معناه أن الأمور هتبقى سيئة هو الحمد لله إن شاء الله يبقى المرة دي تبقى عمرها أطول شوية وتبقى أحسن شوية وهو هيساعد بالاستمرار على علاج الدوائي هيساعد بزبط السكر بتاعه هيساعد بزبط الضغط بتاعه هيساعد بالوجبات الغذائية الخالية من الدهون ولو كان الكوليسترول العالي هياخد أدواله الكوليسترول وهي امتنى عن التدخين العوامل الخطر اللي بتبوز الدعامة الحاجات اللي بتزود تفاعله جسم مع الدعامة هي دي فده الاحتياط اللي هو لازم يعمله وإن شاء الله ربنا يشفيه ويطمننا عليه أستاذ عفايف وابنها 48 سنة 48 سنة وعمل عملية قلب مفتوح وقلبه بيبطأ القلب بيبطأ أول سبب أبص له إن أنا أراجع الأدوية اللي بياخدها لأن احنا الطبيعي بتاعنا إن أنا لما يكون عندي مريض عنده قصور في الشرين التاجي القلب لكل ما اشتغل زيادة كل ما احتاج حاجته للطاقة أكتر كل ما يشعر بالألم أكتر فجزء لا يتجزأ من العلاج اللي احنا نبيه بقصدينه نحن ندي أدوية تبطأ ضربات القلب تبطأ ضربات القلب ليه؟ عشان يشتغل على مهله كل ما اشتغل أسرع كل ما احتاج طاقة أكتر يشعر المريض بتاعك لكن أبطأه في حدود إنها ما تعاملش أعراض فيراجع الدكتور الطبيب المعالج عشان يراجع الأدوية بتاعته ربما يكون فيه أدوية جرعاتها زايدة على حاجته عن ما يحتاج الجسم بتاعه وهي دي اللي بتسبب له بطء الضربات لو ما كانش كده لو ما فيش أدوية من اللي بتبطأ ضربات القلب هي اللي عملاله كده يبقى أشعة مقطعية على الشرين التاجية علشان نتطمن على الوصالات الأركبة من 3-4 سنين هي ماشية ازاي؟ وأخبارها ايه؟ والشرين الربانية بقى اللي ما تعملش فيها حاجة أخبارها ايه؟ يبقى أول حاجة نراجع الأدوية تاني حاجة أشعة مقطعية على الشرين التاجية طيب دكتور كنا مازلنا برضو بنتحدث عن الأزمات القلبية وكنت عايزة أسأل حضرتك عن دايما بيبقى بنشوف اليومين دول شباب ربما نقول ده توفي عنده أزمة قلبية أو جات له سكت قلبية فالحقيقة أنا برضو بيعني ببقى عايزة أعرف إيه أسباب اللي بتوصل لده هل بيبقى عنده مثلا أمراض خفية هو ما كانش حاسس بها قدت لتطور في الموضوع وقدت لسكتة قلبية أو اللي بيبقى إيه؟ السكتة القلبية اللي هي يعني تعرفها في الطب إنه واحد عمره مشتكة وبعدين شكوى يوم اثنين تلاتة ويعقبها وفاة بالضبط أو وفاة بدون شكوى مقدمات خالص إحنا عندنا أمراض في القلب بتعمل كده حاجة من الحاجات المشهورة فيها اللي هو التضخم في عضلة القلب يؤدي إلى ضيق في مخرج البطين وده سبب شائع جدا للوفاة وخاصة في صغار السن ولذلك إحنا لما بيجينا مريض بنوعد نسأله محدش في الأسرة عمل قلب مفتوح قبل كده طب محدش جات لوفاة فجأة فإحنا ساعات نسأل الأسئلة دي والمريض بمستغرب أنا مالي ومال أبويا أو مالي ومال أخويا لأ مرض تضخم العضلة عضلة القلب اللي يؤدي إلى ضيق في مخرج البطيني الأيسر مرض ينتقل بالوراثة من الأجداد للأباء للأبناء وممكن أكتر من فرد في الأسرة يبقى عنده هذه الإصابة ولذلك أول ما بنشخصه على طول بنقول للمريض فين إخواتك فين أولادك فين بقيت أفراد الأسرة علشان ممكن يكونوا عندهم نفس المرض بس لسه مشتكوش منه يبقى تكرار حدوث وفاة مفاجئة في الأسرة يبقى أول حاجة أبدأ أدور عليها لو تضخم عضلة القلب الذي يؤدي إلى ضيق في مخرج البطيني الأيسر أنا بحط ضيق مخرج البطيني الأيسر عشان ما جيش واحد بسمعني دلوقتي وبعدين عنده ارتفاع في ضغط الدم وأهمى العلاجه والدكتور قال له عندك شوية تضخم يفتكر أن أنا بتكلم عليه لا ده مختلف ده مرض لوحده في العضلة مش بسبب الضغط يبقى ده أول حاجة الشرعين التاجية اللي ربنا خلقة دي لها مصار معين بيمشى في اتجاهات معينة أحياناً يبقى فيه عيب خلقي أو أحد هذه الشرعين مش طالع من المكان الطبيعي بتاعه وبناءنا عليه تزنق بين الشرعين الأورطة وشراء أوي ويحصل فيه كده وده تطفل يبقى كويس أوي وبعدين بيجري في الطبور المدرسة في ابتدائي وبعدين أم واقع في الأرض راحوا يصحوا لأميت هو عنده حاجة خلقية في الشرعين التاجية بيخليها مغيرة المصار بتاعه مع الجري والتنطيد بتاع الولد يحصل كده فده برضو من الأسباب اللي بتؤدي جهاز الكهرباء بتاع القلب أن القلب بيشغل بجهاز كهربائي بيطلع نبضات تنشيط كهربائي وتحفيز كهربائي تترتب عليه عمل ميكانيكي من قباض وانبساط عضلة القلب وفتح وقفل السمامات جهاز الكهرباء بتاع القلب دي أحياناً يحصل فيه خلل بدل ما يضرب على 70-80-90 مئة دربة في الديا يضرب على 250 يوقف القلب أو يعطل خالص ما يبطل على ما البطارية اللي احتياطي تبدأ تشتغل تؤدي يبقى اضطراب في نظام الكهربائي بتاع الجسم بتاع القلب ممكن يؤدي إلى الوفاة المفاجئة اللي بندون مقدمات آخر حاجة وأشهر حاجة هي بقى حدوث الأزمات القلبية تؤدي إلى مضاعفات في اضطراب نظم القلب يعقوبها الوفاة مباشرة وده أشهر سبب وأكتر سبب انتشاراً في الوقت الحالي الأيام دي كمان أستاذ سيد اتفضل سؤالك هيا يا دكتور اتفضل أيوة سلام عليكم عليكم سلام لو سمعت والله أنا عندي انسداد للشانين التاجية واحد مزدود خالص واحد بنسبة 90% انسداد واحد بنسبة 80.000 انسداد وعند تضخم في الأورطي وبعدين رحت المعهد الألف في مبابا حتى من صحيح طبعاً وعن نعاش حتى 67 سنة روحت المعهد انبارا عادوني سنة انتصار وبعد السنة راح محلب ومع حد المعهد ووزعونا كلنا هل راح وغيروا التعامل ده خل ندخل في الموضوع أحسن يعني ندخل في الموضوع الطبي برش الإداري موضوع انتصار بضل سنة هوت موضوع ماسك يعني من ساعة وكل مرة يتبرع بالدم وعمل تعاليل يغرامونها ايه المشكلة الطبية اللي حضرتك عاوز يسألني علي المشكلة الطبية ان انا اعمل ايه يعني ما بين معهد ناصر انتصارت سنة هو وما انا معيش خلوث اعمل عاملين يعني انت حضرتك بتعتب على المستشفيات الحكومية في الانتظار اه ايو 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 اشكرك طبعاً دي من مواطن اكيد بلاغ عبر الفضائي المصري يعني بيبقى السرعة اه بيبقى طبعاً عدد كبير جداً جداً بس اعتقد بيبقى فيه ممكن بنبدي حالة عن حالة لو في حالة مثلاً متأخرة جداً اعتقد بيبقى هي افضل ان احنا نبتدي نعليجها والحقيقة كان جالي برضو شكوى تانية من بعض دكاترة التخدير ان هما بيبقى فيه مشكلة ربما ييدوا جرعة زيادة تؤدي الى وفاة تؤدي الى مشاكل في الخلايا المخ الحقيقة يعني ارجو نظرة من وزارة الصحة الى المستشفيات الحكومية ارجوكم تابعوها وطبعاً الحقيقة هما بيتخرجوا من عندهم دكاترة عبقرة بس ارجوكم يعني ممكن يكون العدد زيادة هي دي المشكلة مادام داليا احنا عندنا المرض انتشر بشكل فضيع او 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 مراكز جراحات القلب انتشرت في كل مكان ده كل محافظة كل محافظة دلوقتي فيها مراكز حكومية لاجراء جراحات القلب احنا بيقابلنا مشكلة مهمة او في الحكاية دي ان بعض المرضى يصمم انه يعمل في مكان معين لكن لا انا عايز اعمل في المستشفى دي في حين ان المستشفى المركزي اللي هو تبعها انا من المنوفية وعند المشكلة دي فيه عندنا مستشفى جامعة المنوفية بتعمل جراحة مستشفى شبيني لكم التعليم بتعمل جراحة هما سايبين دول واحنا عوزين نروح نعمل في القاهرة من تبتيج تعمل في القاهرة بتزود العبق على في العدد في حين ان المستشفى التانية الدور فيها اقل فيريت بس العدد زاد والمرض زاد ومع ذلك الجهد المبذول في زيادة مراكز المتخصصة لجراحات القلب وعلى عجل القلب حضرتك الطبيعي على مرسة مطروح مرسة مطروحة عمل فيها مركز لجراحة القلب أنقذ البدو وأنقذ المنطقة اللي في غرب مصر دي كلها يبقى دي بردو فهي القصة قصة الأعداد عتاب على بقى المواطنين يعني مش لازم بقى نقفل دماغنا نروح مكان معين لأنه فعلا تكدس هستيري في القاهرة وربما من خلال طبعا الرئاسة نحاول نعمل أماكن تانية للسكن أماكن تانية للعلاج أماكن تانية للعاصمة الإدارية كل ده بيبقى يعني علشان نبعد شوية عن القاهرة الحقيقة فعلا حتى في القاهرة لما تشوفوا العيد كله فاضي يعني غير خالص أيام المدارس وأيام العمل أرجوكم يعني بلاش مش لازم القاهرة فيه مراكز مهمة جدا ونظيفة جدا ومحترمة جدا فيه الأقليم والمحافظات والمحليات أرجوكم مش لازم نبقى كله قاهرة لأن يعني فعلا تكدس رهيب جدا يعني يبقى العتب على الاتنين الطرفين الحقيقة نظرة من وزارة السحة أن هي تتابع المستشفات الحكومية أرجوكم ونظرة إلى المواطنين مش لازم نخش بقى نقفل دماغنا على حاجة معينة أرجوكم يعني هم قالوا لكم روحوا حتة معينة روحوها يعني مش هيبقى مش بودوكوا في حتة تانية خالص أقول لها طبعا بعض أنه هيجتهد لاختيار الطبيب هيجتهد لاختيار المكان هيجتهد لاختيار الألاج لكن لازم يبقى في عقدته في قلبه وفي مخه أن الشافي هو ربانا طبعا الشافي هو الله فأنا هروح لدكتور مشهور وبيطلع في التلفزيون لكن لا يمكن ربنا يجعل شفائك على دكتور في مكان آخر فخلينا دايما يبقى عقدتنا وإحنا بنتعالج إحنا راحين نتعالج وبناخد بالأسباب لكن الحقيقة بقى والشفاء الحقيقي والتشافي الحقيقي والهداية الحقيقية اللي ربنا بيقدره وبيريده للإنسان وده حاجة مهمة أوى أوى لازم ناخد بالنا منها في تصرفاتنا وفي سلوكنا دكتور تقول إيه أن سن الأطفال دلوقتي يبقى كتير جدا عندهم أمراض القلب يعني سن ثلاث سنين وربما أقل وربما أقل إحنا متهيئة إحنا المرة الجاية هنقول أن نخليها للأمراض الخلقية عند الأطفال وإمتى الأم تشك إن عندها ابنها عنده صقبة عنده مرض في القلب ونخليها حلقة قادمة إن شاء الله لكن نختم الحلقة دي بقى عشان يفضل ديها ولا حاجة إن إحنا أستاذ المشاهدين العلاج الأمراض الشرياني التاجي أولا هو كمرض بقى منتشر جدا في مصر علاجه متيسر جدا كل ما عالجنا بدري كل ما كان أحسن يعني لما أنا عالج مريضة عنده ديء في الشريان أحسن بكتير أو له من إن أنا عالجه بعد حدوث جلطة يعني الجلطة أنا هدفي كل من العلاجة مدام داليا سواء بالأدوية أو بالدعمات أو بالجراحة الحفاظ على قوة عضلة القلب ده الهدف الأساسي بتاعي كل ما ضعفت عضلة القلب كل ما المريض خسر وأنا قدرتي على مساعدته بتقل سواء كنت دكتور قلب أو دكتور جراحة أو دكتور بدي داوة أو أي حاجة يبقى كل ما عالجنا مبكرا كل ما كان أفضل كل ما عالجنا قبل حدوث الجلطة كل ما كان أفضل ما يكونش حصلت الجلطة أي مريض قلب عمل دعمات أو عمل قلب مفتوح ما يفتكرش أبدا إنه هو خلاص بقى أنا رجعت عزيره وعملت البتاعة لا ده بالعكس ده أنت لو ركبت دعمات ده معناه إن الشريان التاجية بتاعتك قابلة لتكوين جلطات يبقى تكرار حدوث هذا الضيق في شريان آخر قائم وأنت أكثر عرضة للإصابة من اللي ما جلوش خالص المريض اللي عمل قلب مفتوح مش معناه إن أنا خلاص بقى ما كنت بعمل قلب مفتوح لي لا أنت بتعمل قلب مفتوح عشان تعالج الشريان الديئة لكن لازم تحافظ وتلتزم غزائيا ورياضيا وتدخين وأكله دواء وكل حاجة للحفاظ على الشريان اللي زرعت والحفاظ على الشريان السليمة اللي ما تزرع لهاش عشان ما جيش تزرع له تاني فأديت علامات مهمة جدا وأطيب تمنياتنا لكم إن شاء الله بالصحة والعافية والشفاء التام إن شاء الله وصحتك بالدنيا طبعا أنت عارفين بشكرك أستاذ دكتور سامي حلام أستاذ أمراض القلب لمرة تانية بتشوفوا الحلقة بعد انتاء الحلقة مباشرة عبر اليوتيوب باسم دكتور سامي حلام داليا حسن وصحتك بالدنيا وبتشوفوا واتتبعوا دكتور سامي حلام عبر الفيسبوك باسم دكتور سامي حلام ومرة تانية بتزيع الحلقة تلاتة ونصف بعد منتصف ليلة القاهرة صباحا عبر الفضائية المصرية شكرا لكم مشاهديننا نلتقي حلقا غدا إن شاء الله من سحيتك بالدنيا مع زميلة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة